بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نعود إلى تمارينات الخاصة بالهندسة والمتعلقة بدروس تقاييس المثلثات وخواص المستقيمات داخل المثلثات نظري الطالس نشوف التماريس 32 من كتاب المدرسي سنة ثلاثة متوسط صفحة 114 تابع من فضلك ABCD ربعي كيفي ABCD ربعي يعني في أربعة أطلع أثبت أن AC زيد BD AC زيد BD هذه القطرين القطر قلنا أنه قطعة مساقيمة طرفيها هما رأسين غير متتالية داكور AC زيد BD أقل من B هو محيط الربعي المحيط الربعي ABCD ABCD P بلغة فرنسية و المحيط بلغة أبية محيط الربعي ABCD محيط الربعي ABCD وهي يبارة عن مجموعة أطول 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 أطوله هكذا هنا مجموعة الأطول وAB الطول AB زيد الطول BC زيد الطول CD زيد طول هذي هذي هما المحيط نتع ربعي ABCD يطلب مننا نبرع أنه مجموعة القطرين مجموعة طولي القطرين القطرين مجموعة طولي القطرين كي نقولوا يعني نهضرو على الأطول لأن القطر هو قطعة مستقيمة داكور مجموعة طولي القطرين AC ولا BD وBD هو أقل من يعني يطلب مننا نرسمو هذا هكذا ولا هذي مرسمو نخلي يطلب مننا أنه طول نبرع أن AC زيد BD أقل من من P P يا الولاد P P هو عبارة عن مش عبارة P يساوي P يساوي يساوي AB زائد BC زائد CD زائد AD يعني هو مجموعة أطول أضلاع الرباعي لازم نبرحنو بلي هذا القطر طول هذا القطر زي مجموعة زي مجموعة هذا القطر زي هذا القطر أطوال أطوال أطوالة هو أقل من من المحيط تع الرباعي شوفوا أبنائي تلاحظ بلي هنا AC وBD نبدأوا بأسي شوف عندك أسي هو ضلع في المسلس ADC وفي نفس الوقت هو طول في مظلع هو ضلع في مسلس آخر AC B لاحظ معي القطر AC هنا ركتوفي ها راهو ضلع في مسلس ADC هذا وفي نفس الوقت هو ضلع في مسلس آخر اللي هو ACB على أن نقول الكلام هذا نذكر كأنها قرنا المتبينة الثلاثية متبينة الثلاثية نذكرها المتبينة الثلاثية وهذا تطبيق مليح للمتبينة الثلاثية من خلاف الخاصية اللي تقول أنه تقدر باستعمال المتبينة الثلاثية تجاوب SQ SQ هل نقدر نرسم مستطيل بهذا الأطوال أم لا تستعمل في المتبينة الثلاثية أيضا نستعملها في هذا التمرين والتمرين جميل جدا سوف نرى كيف ذلك شوف المتبينة الثلاثية في مسلس ABC وش تقول مثلا هذا ما عندوش علاقة الآن مباشرة ما نعطيك مش المتبينة الثلاثية نذكرك المتبينة الثلاثية تقول لك عندك مسلس كيف ABC يقول لك باللي طول ظلع طول أي ظلع طول أي ظلع طول أي ظلع في المثلس مثلا هذا AB راح وحتم يكون أصغر من مجموعة ظلعين آخرين يعني BC زيد AC هذه المتبينة الثلاثية AB راح يكون أقل من أقل من BC زيد AC وإذا أرفضنا مثلا الظلع آخر مثلا BC راح يكون الطول تعهو أقل من مجموعة طولي ظلعين آخرين يعني BC يكون أقل من AB زيد AC حك معايا وأيضا عندي هذه هدرنا على AB وهدرنا على BC بقالنا AC وAC راح يكون طوله أقل من AB زيد BC المتبينة الثلاثية واشي يحب يقول يحب يقول بلي أنه طول أي ظلع في المثلث أي ظلع راهو أقل من مجموعة طولي ظلعين المتبقية هذه المتبينة الثلاثية يجيلك يقول لك عندك مثلا مثل المثلث بالأطوال كذا كذا سنتيمتر كذا سنتيمتر كذا سنتيمتر AB يساوي كذا BC يساوي كذا سنتيمتر وAC يساوي كذا يقولك هل نستطيع رسم هذا المثلث هل نستطيع رسمه تروح أنت تشوف هذا هذا الشروط هذا نجيب طول AB هل هو أقل من طولي مجموعة طولي AC زيد BC كي نجيب طول BC هل هو أقل من مجموعة طولين AC زيد AB كي نجيب طول AC هل هو أقل من مجموعة طولين AB زيد BC وهكذا دكا كي تصيب تقدر تتحقق من هذ المتبينة الثلاثية راح تقول بأنه يمكن رسم هذ المثلث يمكن رسمه إذا كان كل طول ظلع فيه يحقق هذ هذ الشرط يعني أنه يكون طول كل ظلع أقل من مجموعة طولين الظلعين الآخرين متبقي هنا في وش تنفعنا هذ المتبينة الثلاثية فيما تنفعنا تنفعنا هنا في هذا في هذا التمرين راح نشوف فيه يقول لك هنا مجموعة طولين مجموعة طولين الظلعين مجموعة طولين مجموعة طولين المتبينة هذين الطولين أقل في الطول من مجموعة طولين A,B و B,C تفاهمين هذين 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 دور نشوف نجمعه خلينا من نجمعه هذين نشوف حاجة أخرى دكتور شوف حاجة أخرى شوف هذا بدي بس قلنا هدرنا على A,C وبيدي A,C هنا وبيدي شوف بدي نفس الشي ندير بدي وش رايك وانو ظلح في وش من المثلث بدي راه ظلح في A,B D وظلح في المثلث B,D C إذا نقول B,D القطر B,D هو ظلح في المثلث عام المثلث B,D هو ظلح في المثلث B,D,A في المثلث B,D,A حسب المتباينة الثلاثية وش عنا عنا B,D أصغر من مجموع B,D أصغر من AB زائد AD B,D أصغر وقلنا في نصف الوقت B,D هو ظلح في المثلث B,C,D B,D هو ظلح في المثلث B,C,D أصغر حسب المثل الثلاثية 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 نجمع هناك مثلا هذه وهذه هكذاك هكذاك صح أو لا نجمع هذه وما مع بعض كما أحب نبدأ عندي السنين أصي السنين أصي نجمع هذه طرفين سنين أصي هذه واحد وثنين وثلاثة واربعة نرى هذا نرى ممكن أن أكشمد أخطاء في الكتابة نرى دكار نجمع عندي نرى هذا نرى هنا 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 لدي آسي أقل أقل آدي هذه واحدة زايد دي سي والآسي الزوجة أقل من أقل من آبي زايد بي بي سي إذن نجمع هذه من الطرفين نقول ثنين ثنين آسي آسي لدي تكون أقل من آدي زي بي سي زي بي سي ثنين اصي ثنين اصي رح تكون اقل من ادي زيد دي سي زيد ابي زيد ماذا زيد بي سي لاحظة معي باللي هذا هنا يا تبعملي ادي هاوليك زيد دي سي هاوليك زيد ابي هاوليك زيد بي سي هذا هو المحيط اذا نقول هنا عندنا ثنين اصي اقل من بي هذا هو بي شفناه من قبل هنا يا هاوليك بي يساوي مجموعة اطوال الاضلع هو نفسه عندي هنا دكو اذا عندنا ثنين اصي اقل من اقل من بي جبعنا هادي مع هادي اقل هاوليك 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 هن اقل و هن اقل تاكو ها اقل من مجموع هذين طرفين وكي و روح لعبارة ثلاثة و ربحة ثلاثة و ربحة ثلاثة و ربحة واش ندير؟ نجمع قول عندي بنسبة ثلاثة وبنسبة ربعة شوفوا مني ثلاثة وش فيه ثلاثة فيه بيدي أقل من آبي زائد آدي بيدي أقل من آبي زائد آدي عكذاك ها وعندي في الرابعة عندي بيدي أقل من بي سي زائد سيدي أقل من بي سي زائد سيدي نفس الشي نجمع هذه مع هذه وهذه مع هذه وش نحصل نحصل على ثنين بيدي أقل من آبي زائد آدي زائد بي سي زائد سيدي تلاحظ بلي هذا هو نفسه ثاني بي هذا هو بي آبي زائد آدي زائد بي سي زائد سيدي آبي زائد آدي زائد بي سي وزائد سيدي هذا بي دكو نسمي وهذه اللي بصرنا لها هنا نسميها خمسة وهذه هنا ستة ونعبره للمجموعة خمسة زائد ستة وش يعطينا يعطيني ثنين آسي زائد ثنين بيدي آقل من آقل من هذه بي وهذه بي سنين بي هكذا كالولاد سنين آسي لسي إذاً عندي هنا سنين في ولا تحب تقسم آسي سنين في آسي زائد بي دي آقل من ثنين في بي هذه هنا ثنين في آسي زائد ثنين في بي دي دكو باش نخرجوا آسي زائد زائد بي دي نستعملوا العامل هذا المشترك بين بين الحدين نستعملوا ونضعوا القوس هنا هاو كنت عاوة تنشرها تصيب ثنين في آسي زائد ثنين في بي دي آقل من ثنين في بي هنا قسمه على ثنين وننقسمه على ثنين يكون عندي آسي زائد بي دي آقل من آقل من هادي إذاً برهننا باللي مجموع القطرين في الرباعي الكيفي آآ آآ بي سي دي هو آقل من مجموع أطوال أضلعي وهذه هي البرهان تحتمرين سنين وثلاثين ذاكرة الأولاد نضعبك إلى هنا نتوقف ونلتقي في تمرين آخر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر